بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلالي وصحبه أجمعين اليوم بإذن الله في مادة الاجتماعيات للصف الأول ثانوي سوف نستكمل بقية القضايا من الوحدة الأولى من القضايا العربية التي اهتمت فيها المملكة العربية السعودية وهي قضية دعم استقلال الجزائر طبعا نحن نعرف أن الجزائر هي من الدول العربية التي ساندتها المملكة العربية السعودية ووقفت ودعمت هذه القضية وهذه الدولة طبعا نحن نعلم أن الجزائر لها علاقة قديمة مع فرنسا منذ القرن السادس عشر ميلادي فقد كانت فرنسا تتمتع بامتيازات تجارية خاصة فيها ولها مؤسسات أيضا تجارية في المدن الجزائرية وقد تطورت هذه العلاقات بعد اعتراف الجزائر بالجمهورية الفرنسية الجديدة في ثلاثين من شعبان عام 1245 هجري قرر مجلس الوزراء الفرنسي شن حملة عسكرية مفاجئة لاحتلال الجزائر لأهداف سياسية واقتصادية إذ الهدف هو سياسي واقتصادي لشن الحرب على الجزائر فشهدت الجزائر بعد احتلالها معاناة كبيرة في ظل الاحتلال الفرنسي فقاوم الجزائر مباشرة الاحتلال بكل ما أتبه من قوة لكنها لم تصل إلى قوة المستعمر المحتل ما المقصود بالاستعمار؟ الاستعمار هو احتلال دولة من دولة أخرى وفرض سيطرتها عليها بمختلف الوسائل السياسية والاقتصادية والعسكرية ومحاولة تغيير هوية البلد المستعمر واستغلال ثرواته أما في عام 1374 فقد انتفض الجزائريون ضد المستعمر الفرنسي بمختلف الوسائل وعمد المستعمر الفرنسي إلى تجنيد قواته لمقاومة ثورة الجزائر فحدثت اشتباكات قوية في أنحاء الجزائر كافة بين الجزائر المسلحين بالأسلحة البسيطة والجنود الفرنسيين المسلحين بأحدث الأسلحة وهو ما أدى إلى وقوع الألاف الشهداء وقد استثمرت ثورة الشعب الجزائري أمام تصدي المستعمر الفرنسي لها وتعاطف كثير من الدول مع الجزائر في مقدمتها المملكة العربية السعودية التي كان لها موقف مشهود فمنذ انطلاق الثورة بادر الملك السعود رحمه الله بن عبد العزيز والشعب السعودي إلى ماذا؟ إلى أولا إلى إصدار الملك السعود بمنح الجزائر ما قيمته 250 ألف جنيه سترليني سنويا حتى يدعم هذه الدولة ويدعم استقلالها اثنين خصصت المملكة العربية السعودية أسبوعا باسم أسبوع الجزائر حتى يتعرفون بقضية أو للتعريف بقضية الجزائرين ودعم نضالهم لاستقلال وطنهم أيضا تكللت هذه الانتفاضة الجزائرية برضوخ الفرنسيين وموافقتهم على مبدأ تقرير المصير الذي طالب به الجزائريون فتوقف القتال وتمكنت الجزائر من نيل حقوقها وتأسيس توليتهم المستقلة وقد دام الكفاح الجزائريين أكثر من سبع سنوات واستشهد فيها أكثر من مليون ونصف مليون جزائري واستمروا إلى أن نجحوا وحقق أهدافهم بحصول الجزائر على استقلال في مطلع شهر سفر عام 1382 وقد قام السعوديين بالاحتفال بهذا الانتصار ووضعت الزينات في مختلف المدن ورفعت الأعلام الجزائرية مع العالم السعودي وأقيمت العرضات في كل مكان ابتهاجا بذلك وهنا يظهر الموقف السعودي النابض بالحب والتعاطف والأخوة العربية مع الجزائر وكل الدول العربية إذن كان درسنا اليوم عن دعم استقلال جزائر وما قدمته المملكة العربية السعودية لهذه الدولة ومساندتها حتى أصبح الدولة حرة ودورة غير مستعمرة شكرا لمتابعتكم نلتقي من شئة الله في الدرس القادم